موسيقى جواني او كاراتين تتحط على العربية وادها الشركات جميل الشركة اجيب بوليسها البالد الصهاج تروح صهاج جينا تروح جينا أسوان تروح أسوان ويمدوك بقى على الحاجات ذي؟ لا انا اجيب البوليس انت بتجيب البوليس اللي استانت البوليس وبتشيلها بايه؟ اجرها بالجزق بتجرها بايه؟ بالجزق العربية العديد اللي هي زي البراويكة كده بس مسطحة كده؟ وتشيلها كده هو اه ومسلا تتشتغل كم ساعة كده في اليوم يا عمّا؟ يعني اجي هنا بالت ما اجي هنا تلقي الساعة عشرة اه عاقوع شوية ايجي زبون اقود له تردين طولها اقول لها تردين دولها ادوم الشركة ويددوك كم يا عمّا؟ فيه زبون يعني تردين علىهم عشرين جنيه واتنين جنيه للشركة مثلا؟ اه ترد عليه عشرة جنيه وجنيه للشركة بقالك كتير نفسوق يا عمّا عاطف يعني كنت أيام من الأجانب الخواجات بقتلينة اليهود التجار المختلفين معاملتهم الزل عملتهم كانوا يحترموني مين اليهود ولا الأرض؟ اليهود اليهود أنا كنت بشيل لهم على طول يقولوا معاملتهم دغري قوي في الروس وفي الماء شوف كان تلات كوام كوم تعرفات وكوم جروش وكوم جرشنات وكوم خمسات الفلوس الفضية دي يقول لك اللي يعجب أخذ كوم اللي يعجب أخذ منه طب ما أنا هاخد من الكبير طب ما أنا كنت بأخذ من الكبير الثاني طبعا نخذ من الكبير كنت بأخذ من الخمسات براب في همتي هم كانوا يحبونا عشان خاتلاني سريح انت صريح آه أنا أحب الصراحة قوي برس سريح آه كانوا بيعرفوا عربي آه ما بيعاربهم يهود مصريين زي الأسر الأديمة يعني آه مربين مربين هم آه مربين ربيانين هم يعني كانت معاملتهم يرني معاملتهم مجزية يعني والجرش كان ليه ثمن ما هو الجنيه كان أقوى يعني واحد الله لا إله الله الجرش كان بيه عشر بضات القرش يجيب عشر بضات عشر بضات رطل السمنة بخمسة تعريف رطل اللحمة بخمس بروش يعني كنت تقلق كان لأبو بلاش كله ما انت كمان عمرك مئة سنة يا عمّا أخويا مائة سنة غراب ما الأسعار لازم تتغير يا عمّا أخويا كبير مائة سنة غراب هدله أربعين يوم عنده مئة وحداشر سنة ما شاء الله الله أكبر ده أكبر معامل في مصر أماما مئة وحداشر سنة وجلت عليه في التلفزيون في النت كتا انت مشهور قوي على الإنترنات قال تعالى لو أدنا ليه كنت مغزرش روحة الصعيد الصعيد أه انت منين أصوار كومومبو أصوار من كومومبو أه رجالة جد من أولاد التوني وجيت إمتى؟ جيت إمتى من السعيد ناني وكنت سواج كنت بروح واجي وروح واجي أنا ما دلوقتي لما وجيت الشياء جعت في النوع أنا وحاولاده ولادك الثلاث ولاد اللي قلت لي عليهم دول عندك بنات برضو؟ عند أربعة أربعة صبيرة ثلاث بنات متجوزين واحدة مخلفة ثلاث عيال واحدة مخلفة ودو بيت واحدة ربني يعوض عليها يا رب آخر عائلة فيهم وبيت كل ما يجي لها عريز ربني يكسم لها بابن الحلاة إن شاء الله يا رب عندك بنت لسه متجوز آه هي اللي جاعد معايا وأمها غير الصبيان الصبيان تلاتة رجالة اللي معاها معاها أربع عيال صبيان وبيت واحد معاها أربع صبيان كلهم في مدارس وامراتك يا عم عاطف هي نفس الست بنت خلقك يا بنت خلقك ما ربي عندها لتنشر سنة لتلاش شهور بس انبسطت معاها وتلعت ستة أميرة وربت لك عيال كويس وكل حاجة صح؟ ولا مش مبسوط من العروسة؟ لا مبسوطة الحمد لله هي مطيعة ومرب أولاده وأحنا هنا على عياله طب هي رأيها إيه في إن انت لسه بتشتغل لحد دلوقتي يا عم عام؟ وكل يوم لازم تاخد تسدد الفلوس اللي هي بتاع البيت اللي اتجاوزت تاخد أكمل لو ما ما اشتغلتش أروح زي الواحد ما عارف أقولها هات مجنيها أروح أقولها المجنيها ويعجب الأكل والشرب وانا مراور يعني لازم 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 تدي مراتك المصروف أتاخد مجنيت ورح تتسدد الفلوس اللي عليها سعيدي أصلي ها إحنا الست تاخد وأجبها في بيتها وست محترمة رب عيالها مش كلام ده وما لم يتجاوزها لها لما مش قادر عليها ماخدها صح ما بهديش يا بنات الناس صح صح فيه شباب جهة علت الشباب جلات جاعدة على الجهة صحيح وفرط رجله وتلعب كورة وتلعب بتاع صحيح يا أم عام وشباب صح لا دي ما تبقاش مرجل صح الراجل يبحث في الأرض يبحث في الصخر ويطلع جنيه يأكل بيه واكل الأهل وبيه صحيح صحيح لدي رجالة رجالة بيقول لك شغالين في بانك بتاع الوظافة عسي نيوكل عيالهم شغلة أي شغلة أي شغلة يا أم عاطف عسيح اللي أغلتهم في المدارس كلهم في مدارس صحيح والمدارس عارفة مصارفة كده صحيح لازم العيل يبحث في الأرض صح أهوان عليك يا حر من مادة إيدك اللي ساعتهم يجوزهم على عيالهم صح يا أم عاطف تعالي يا أم عاطف بقى نقوم ووريني بقى بتشتغل فين وبتروح فين وبتيجي منين وبتبتدي منين هاتمشي بالجلزة جعني همشي معاك اللي أنت عايز وخلينا نقعد كده مع بعض أنا فاضي ما رايش غيرك النهار اشترك في بقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه